موضوع الإنجاب ماذا تفضل؟ إنجاب ولد أو بنت؟ طبعاً الإجابة النموذجية طبعاً أنه كله خير وبرك المنخل أكامل والحمد لله هذه إذا كانت الإجابة طبعاً الإجابة بهذا الشكل هي إجابة الأغلبية لكن تأثير مولود الجنس بالتأكيد هو يؤثر على سعادة الوالدين أو أحد منهم على الأقل هذا الكلام يعني مبني على بحث دمج دراستين بريطانيتين كبيرتين اكتشف أن الأمهات أكثر تأثراً بولادة الأطفال مقارنة بالرجال بل يستمر هذا التأثير لمدة عشر سنوات تقريباً هذا بالرغم من نتائج البحث التي أكدت تأثير جنس المولود إلا أن أشارت إلى أن ذلك يعتمد على عوامل أخرى مثل الخلفية الثقافية الظروف الشخصية للعائلة نشوف هذه التفاصيل كلها مع علاء سرحان أش رأيت؟ أكيد طبعاً أنا نفسي أعرف يا علاء هو الدراسة قالت بأنه على الأقل في بريطانيا النساء بتكون أكثر سعادة إذا أنجبوا إناث ولا ذكور حللت العلاقة ولا ما حللتها الدراسة؟ أنا من الناس اللي بتقول كله خير وبركة يعني هذه إجابة نموذجية إذا كان هذه الدراسة في بريطانيا بلكم من المجتمعات العربية أغلبهم بيحب طبعاً خلفة الأولاد خلينا في الدراسة البريطانية هذه الدراسة المكثفة التي هدفت إلى تحليل العلاقة بين التسلسل الجنسي للأطفال وسعادة الوالدين وجدت أن الإبن الثالث هو الأكثر تأثيراً في سعادة الأبناء بل الآباء خاصة لمن أنجبوا طفلين من نفس الجنس والأهم الأمهات تتأثر بشكل أكبر سيكون التأثير طويلاً بل دائماً على الأمهات التي أنجبنا ثلاث بنات من دون أولاد أما الأمهات اللواتي لديهن فتاتان ويأملن في إنجاب ذكر سيصبن بخيبة أمل إذا لم يحدث ذلك بينما الأمهات التي يأملن ببنت بعد ولدين فتزيد خصوبتهم لكن سعادتهن لا تنخفض إذا لم يتحقق ذلك في المقابل يتأثر الرجال الذين لديهم ثلاث أطفال من الجنس ذاته ويشعرون بسعادة أقل مقارنة بأولئك الذين ينجبون طفلاً ثالثاً من جنس يختلف عن أول طفلين وقد يكون أحد التفسيرات المحتملة لهذه الظاهرة هو عدم تكافؤ القوة في الكسب بين الجنسين إذ يتمتع الذكور غالباً بأفاق اقتصادية أفضل وبالتالي يكونون في وضع أقوى لدعم والديهم مالياً في المستقبل موسيقى 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 مشاهدين استفتاء عبر منصاتنا على مواقع التواصل لنرى التفاعل المستخدمين حول رأيهم ما إذا كان جنس الأباء أو الأبناء عفواً يتحكم بسعادة الولدين فيسبوك طبعاً الإجابات كانت كالتالي 26% قالوا نعم بينما الرافضين لنتيجة الدراسة بلغت نسبتهم 74% هذه طبعاً صحيحة إذن خلينا نشوف هذا التعليق التعليق من النظام يقول سعادة الزوجين تعتمد فقط على درجة الويام وتفاهم بينهما كل الأشياء الثانوية الباقية ثانوية كماليات الحياة تويتر أو إكس جاءت النتائج كالتالي 39% ماذا قالوا؟ قالوا نعم 60% قالوا لا طيب خلينا مشاهدين نتابع الإجابات على إكس أو على تويتر تعليق من أم ليان تقول لا يتحكم بسعادة الوالدين جنس الطفل سواء كان ولد أو بنت لأنه سعادتهم تأتي بعد ولادة الطفل ورؤيته بين أيديهم فربما أخطأ الطبيب في التشخيص وكان هناك أيضاً مشاهدين تعليق أخر من ندى الورد أو أم عيسى قالت ممكن بزمن جدودنا وأبائنا كان بيتحكم بس الحين لا بنت ولد كل واحد عجبت 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 أنا سمعتهم عيسى خفت لا بس على فكرة هذه على فكرة حدثت هاي رأي هذا هذا ممكن رأيها أنا حدثت لي هذه مع عشق وعسول للتوأم قالوا لي أو الأم كانت مفكرة بأنه الدكتورة قالت لها أولاد وطلعوا بنات فدخلت في حالة أنه أنا كنت راح أجيب لك الولد بس ما حدث هذا الشيء بلشت أراعيها بناتي قاموا يسألوني بابا أنت زعلان لأنه عندك بنات أو جوا لك بنات فهذا أيضاً أنا بدي أحكي شيء خلينا نقول شيء المجتمع من الخارج واحد قال لي أنه مبروك ما جاء قلت لها الحمد لله أم بتتوم شنو قلت لها فلان وفلان سميتهم تقول لا بنات فهذا ردة فعل طبيعية بأنه الولد هو السند للأسف المجتمع في بعض الأحيان الضغوطات المجتمعية هي اللي بتغير رأيك وبتخلي عندك إحساس بالنقص أنت أصلاً ما عندك إياه طيب بس بدي أحكي شغلة واحدة مهمة جداً إذا بسمحي لي يا أشواق مع لي من ناحية طبية ومن ناحية علمية من يقرر جنس المولود هو الأب أذكر المرأة طبعاً مش المرأة أنت مش دارس أحياء شكلك يا عادل طب أنا أعطيك درس أحياء كما بعد الهوى أن يحدد من ناحية طبية طبعاً بعد الله سبحانه وتعالى هو الرجل وكروموسوماته طيب ما لي اسمح لي المرأة قبل الانتقال لضيوف مشاهدين احنا سألنا الناس في العراق دراسة تقول أنه جنس الأطفال بتحكم بسعادة الوالدين ما رأيك وشو قالوا أعتقد أعتقد سواسية ابن يوسف معلمة يحترم أخته مريم ومريم الصغيرة تحترم أخوها الشبير وهم في عمل البيت يعملون عمل واحد شجن عمل له شجن لأنه يدفعون مليارات وملايين ما يحصلون أطفال من طفل هذا ذكر يكون هو صديق للأب ويعاد تعرف يطلع ويا ويروح ويا ويعني من هالأمور هذي أنا أفضل فقطت البنات لأن البنية حنينها على أبوها عكس الولد لا البنات حنينات إسران ويا أبوهن وفقيرات عكس الولد طلباتها هواي نفس الشي الولد أو البنية بس دعا من البنية تكون أحنى من الولد ماك فرق هو اللي خلق رب العالمي وشجم رب العالمي ننعم الله معنا الآن مشاهدين في الستوديو ربت المنزل رغدا محمود وهي أم لثلاث بنات معنا أيضا من عمان ربت المنزل خلود إبراهيم وهي أم لثلاث أولاد أهلا وسهلا فيكم معنا في صباح العربية وصباح الخير لأهلكم رح أبدأ معك رغدا معنا في الستوديو أم لثلاثة بنات شفتي أكيد سمعتي شو الدراسة وشو عايش كنا عم نحكي هل بتتفقي فعلا هل أنت شخصيا بتشعري بغصة أو بأنه ساعتك لم تكتمل لأنه ليس لديك أبناء ذكور الحقيقة أبدا يعني أنا موضوع أبدا ما كانشي واخد معي الحيز اللي هو المفهوم أنه الولد لازم يكون موجود وأن البنات يعني لازم نقصين مثلا عشان أكملهم بولد لأ خالص يعني كل مرة كان الدكتور بيقول لي أنت حامل في بنت وكنت بابا مبسوطة كأنها أول مرة ولا مرة كنت متوقعة أنه لازم المرة دي تبقى ولد أو نوع كده فبالنسبة لي الأمر خالص مش مؤثر علي في حياتي أو أنا أو زوجي يعني حتى الله يخليك إزاي إزاي مش مأثر بأنه المرأة إذا مش مأثر عليها أنه أجيب الواد لأبو لو لا حتى أبو مش لا خلينا خلينا نتكلم بكل صراحة شربت الشاي عندنا؟ شربت آه لا شربت كويسين يعني أتسلم والله طيب خلينا أقول لك الأب أحيانا يتحسس بأنه أنا عاوز الواد يشيل اسمي وسند لإخواته صح؟ بصراحة مش كل الناس بتفكر بنفس الطريقة يعني أنا زوجي بصراحة لأ ما الموضوع كتير يعني إحنا تكلمنا بصراحة في الموضوع ده كتير ولا فويل؟ ولا والله ولا واحد في الموضوع حتى يعني أنا فكرت أن أنا أعرض عليه اللي هو يعني نجرب نجيب تاني عشان نيبقى ولد وكذا فقال لي لا أنا بناتي بالنسبة لي هم كل حاجة فمش محتاج أن أنا أكمل بيهم أكملهم بولد يعني فالأمر فعليا لا خالص يعني البنات من شاء الله يعني فيهم كل حاجة وبعدين دلوقتي معادش الولد بيبقى سند لحاجة البنت دلوقتي هي سند من نفسها في كل شيء اسأليني أنا شايفني والله بالفعل أنا باتفق معك يا ربدا بحس أنه بالعكس البنات هم من يودون أهلهم عندما يكبروا بيكونوا برعوهم أكثر على كل حال إحنا خلينا نشوف الآن خلود من الأردن هي أم لثلاثة أولاد يمكن نظرة عندها مختلفة خلينا نشوف صباح الخير يا خلود صباح الورد هلا حبيبتي أهلا وسهلا خلود أنت عندك ثلاث أولاد الدراسة اللي إحنا عم نتحدث عنها بتحكي بإحنا جنس الأولاد يؤثر على سعادة الأباء هل أنت أيضا بتحسي بأنه سعادتك منقوصة لأنه لم تنجي بي بنات خصوصا أنا يعني بحس بأنه الأمهات تحديدا يعني بحبوا على الأقل بنت يعني شو رأيك وأكيد أنا معك بالكلام اللي بتحكي أنا برأيي أنه الولد والبنت سواسية ما في اختلاف بينهم وسعادتي يعني الحمد لله رب العالمين ما بسوطة بولادي ما عندي أي إشكالية إذا كانت ولد أو بنت حتى وأنه بيقولوا بأنه البنات حناين أكثر بحنوا أكثر بيودوا أهلهم أكثر خصوصا لما يكبروا وكمان وكمان لولاد حناين يعني أنا بدي أحكي لك مثلا عندي أولادي التلاتة اسم الله عليهم كتير حناين عني لو شوفوني مريضة أو معتازي إشي بالبيت وبسعدوني بلبوا طلباتي الولد والبنت واحد ما بيختلف عنهم إشي القرآن الكريم ما ميز لا بين ولد ولا بين بنت بس الإنسان بيطمع دائما أنه للأحسن أنه يكون عنده الأم اللي عندها أولاد بتحب يكون عندها بنات والأم اللي عندها بنات بتحب يكون عندها أولاد أنا لا الحمد لله رب العالمين راضية راضية خلود إحنا عارفين أنه راضية عارفين أنه راضية بس خليني أسألك بأنه يعني ما هي البنت كمان سند لأمها وبتاعدك بالبيت لأولاد يكبروا ويتزوجوا ويتركوا البيت ويروحوا إلى زوجاتهم هذا كل أم تخاف من هذا المستقبل هذا صح؟ صح؟ والبنت نفس الشي ستتزوج بس تبقى تطل على أبوها وعلى أمها صح؟ والبنت نفس الشي ستتتزوج وتترك البيت بس حتطل على أمها وأبوها ممكن البنت تتزوج وتتسافر برى البلد ما تظلها موجودة طب إذا قاعدت جوه البلد خليني أسألك خلود هي هاي هاي زور أمه وأبو خلود هي هاي احنا ما عم نقصد بأنه يعني أنت تكرهين ذلك الشيء لا 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 احنا نقصد بأنه بينك وبين نفسك ما تمنيت أنه مرة واحدة يكون عندك بنت الله يرزقك ببنت بالتأكيد يعني الحمد لله راضية بقسمة ربنا لا بلا بلا أه والله أكيد تمنيت ايه ليه تمنيتي؟ الحمد لله لا أتمنيت أقول لك ما تمنيت تمنيت ليه؟ بكل حمل كنت أحمله تبنت حبيت تكون عندي بنت أول شي بنت روح البيت أشياءاتها حلوة لبسها نغاشتها حكياتها تصرفاتها مع أمها مع أخوتها مع أبوها تلاقي البنت تيك ايه؟ والله البنات حلوين ايه والله كل أولا الذكور والإنان حلوين البنات والشباب أيضا الأولاد الله يخليهم الله يخليهم ويحفظهم لأهليهم دائما والشباب حلوين ايه أكيد طيب خلينا نرجع لرغدة نرجع لرغدة في الستوديو طيب رغدة هلأ في المستقبل هلأ بتحسي ما هو صار فيه يعني صور نمطية لمجتمعية عندنا بأنه صح الولد مثلا رح يود أهله رح يزورهم ممكن يكون مسؤول عنهم ماديا كمان ممكن البنت لما تكبر وحسب ظروفها مع زوجها موجودة في البلد مش موجودة ما يكون عندها القدرة أن تكون ملتزمة مع أهلها عند كبرهم في كبرهم بالسن مثل الصبي أو الولد تسمي يا ربي بس زي ما قالت لك أن أنا دائما بشوف أن البنت سند لنفسها والله وسند لأهلها يعني عمرها أبدا ما بتبعد حتى مهما بعد المسافات أنا بعدت عن أهلي بعوده فترات كبيرة لأ أنا كنت عايشة معهم يعني فعليا بشي لهمهم بحلم أشكلهم خصوصا أن أنا أختي كبيرة يعني موجودة موجودة على طول الولد مهما كان برضو بيبقى لي أهله بيبقى حياته أسرته عياله وبيته ومصاريفه فالدنيا بتفرق معهم كتير في عمليه فلأ والله هو زي ما قلت لك هما كلهم سند لبعض يعني البيت سند لأخواتهما سند لبعض يمكن هي فيه جزئية العاطفة عند الإناث اللي بتخليهم أكثر قدرة على فهم أهليهم مش بس الالتزام يعني الولد لما بيكون ملتزم برعاية أهله ولكن يمكن البنت بتحس فيهم بالعاطفة مضوطة بشكرك جزيل الشكر طبعا رغدة محمود هي أم لثلاثة بنات كانت معنا في الستوديو بشكرك أيضا من عمان خلود إبراهيم التي كانت معنا وهي أم لثلاثة أولاد شكرا والله يخلي لكم أولادكم دائما ويخلي لكم لهم لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر